السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي اليوم قراءة لعزيزي برج الميزان الشمس والقمر والطالع لشهر جوان او يونيو او حزيران ولا تنسوا انها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك خذوا ما ترتاحون اليه من الرسالة وتركوا الباقي يعود ويرجع للكون في سلام فهناك برج الميزان اخر يحتاج لهذه القراءة سمحوني نسيت ما الشامعة انا اسفة سنرى ما هي قراءة عزيزي برج الميزان لهذا الشهر ثم سنرى نصيحة ملائكة الحب والنصيحة السحرية كانت من لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد يا ربي الحبيب في القراءة او في حياتكم اه العاطفية في حياتكم الشخصية في حياتكم المادية كانت من لكم حد سعيد في كل شيء ان شاء الله نعم لنبدأ بسم الله اسفة من جديد التليفون عيطولي ايا وانا يعني كندير السحب اسفة مهم لنواصل عزيزي برج الميزان البعض منكم عندكم هدف تريدون تحقيقه تقومون بتوفير المال يعني كتجمعوا الفلوس لانا عندكم واحد الهدف بغيتوا تديروا شي حاجة نعم ولا تريدون يعني تضيع المال ما بغيتش تضيعوا المال يعني كتجمعوا المال لا تريدون اضاعة المال ربما تريدون شراء بيت البعض منكم او تخلص من الديون او بناء مشروع عامل البعض الاخر او الشراء السيارة مهم ارى ان لديكم هدف وتريدون تحقيقه وانتم تعملون بتوفير المال كتجمع المال والنتيجة ان شاء الله ستكون النجاح ان شاء الله والفرح بعد تحقيق هذا الحلم او هذا الهدف البعض منكم كذلك يبحث عن انجاب طفل اخر نعم بالنسبة للمتزوجين يعني عندكم طفل وتريدون وتبحثون عن انجاب طفل اخر نعم والان قراءة العاطفية طاقتك انت هي العصبية الشديدة يعني تتصرف دون تفكير تتخذ قرارات دون تفكير يعني انت منير في بزاف نعم منير في بزاف هذ الايام وتتصرف انت برج هواء اياك عزيزي برج الميزان لكن طاقتك نارية نعم طاقتك نارية في هذه الايام انت يعني تتعصب تنفعل بسرعة وتتصرف يعني الاندفاع يسيطر على حياتك وعلى افعالك في هذه الايام نعم وهو لماذا لانه لانه هناك فائض من الغضب يعني ليس فقط غضب شديد بل يعني فائض من الغضب نعم علاش لماذا تفعل هذا لمحاربة الحزن الشديد الذي انت تتواجد فيه نعم نحن نتكلم عن انفصال ونهاية علاقة جميلة علاقة حب نعم ما زال هناك حب ما زال هناك حب انت تحبه يعني هذي نهاية العلاقة بجوج يعني كانت كانت علاقة مش العلاقة كانت نهاية يعني فضيعة لكم بجوج نعم وده بغد ينشوف ما هي طاقة الحابب لكن هاد الكارت تتكلم عن النهاية لكن نهاية يعني راهيبة نعم لكم الاثنين يعني بجوج بكم كانت نهاية او انفصال سيء بالنسبة لكم بجوج نعم بالنسبة لكم الاثنين اخا اذا وانت بسبب هذا الحزن الشديد تشعر بالوحدة انت حزين بزر ماذا تفعل يعني يعني كرد فعل نفسي انت تتصرف بعنف شيئا ما يعني بهذا العصبية الشديدة نعم يعني تحارب الحزن بالغضب الشديد هذه هي طاقتك انت عزيزي برج الميزان اما عزيزي برج الميزان يعني هذا الحبيب الذي تسأله طاقته كذلك طاقته كذلك هي الحزن لكن باللتي هناك عزيزي برج الميزان سنتكلم عن الشخص الاخر الذي تسأله عنه طاقته هو هي هناك اراء خليط من المشاعر خليط من المشاعر مشاعر ايجابية وسلبية نعم يعني هناك ملانج يعني عندما اقول خليط هاد الانسان يعني كيفاش نشرح لكم يعني ماشي ثلاثة ولا جول ولا اربعة ديال المشاعر الكثير يعني عنده بزاف بزاف ديال مشاعر كثيرة ومختلفة يستحيلوا حصرها في كلمة واحدة في كلمة واحدة نعم هذا الانسان خليوني نركز وانكلكم المشاعر دياله وحدة الوالاخرى وخا اذا كنت تسأل هل هذا الانسان يحبك نعم ما زال يحبك انت تحبه هو يحبك هذا هو ما زال يحبك ما زال يحبك وهذا الكرت يتكلم عن الحب الصافي لكن الله يخلكم خلوني انركز انركز في المشاعر وفي طاقة ديال الحبيب هذا الشخص الذي تسأل عنه لا تنزيد واحد بكرت هنايا نعم صافي نعم هو قلنا ان هذا الانسان لديه خليط كبير من المشاعر الزب ديال مشاعر جابية وسلبية هذا الانسان لماذا هذا الانسان يكبت المشاعر يريد ان يأتي نعم يريد ان يعود اليك يريد العودة الى الحبيب انت الحبيب انت حياته لكن كبرياءه يمنعه يعني الكبرياء دياله لا يحب ان يظهر ضعفا يعني هو نقطة ضعف هذا الانسان هذا الانسان اولا اه طاقته نارية او نارية او لاتي يعني ارى المهامنة هي نارية يعني حمل اسد او قوس وكذلك هوائية مثلك يعني ميزان دلو و اه جوزاء نعم هذا ما اره دابا طاقت الحبيب قلنا هذا الحبيب نقطة ضعفه هو ان تراه ضعيفا شوفوا تنقل نقطة ضعفه هو ان تراه ضعيفا هو الانسان يعني الكبرياء دياله يمنعه من يعني ما يخليش يظهر المشاعر الحقيقية يعني هناك كبت وكتمان المشاعر الحقيقة عند هذا الشخص هو الان هو الان يدرك ان هذا الانفصال والابتعاد يؤدي الى فقدانك يعني غادي يخسرك هو الان تفكر انه غادي يخسرك لديناها يعني هذا التفكير هو القلق الكبير بانه يعني يخسرك نعم هذا من جهة يعيش في حزن وكآبة شوفوا بجوجة القرد يفكر فيك بزاف ويعيش في كآبة وحزن شديد لماذا؟ لانه هناك مشاعر يعني هناك مشاعر حب حية نعم وفي نفس الوقت يحس بي الندم ندم كبير لدينا حزن لدينا كآبة عندنا ندم عندنا الخوف من يعني ان يخسرك نعم انا اركز فقط في طاقة الحبيب لن اتكلم يعني عن سبب الانفصال لانكم انتم يعني تطلبون لي يعني دائما القراءة ان تكون عاطفية وهل سيعود الحبيب لذلك انا سأركز في طاقة الحبيب نعم عندنا كذلك هذا الانسان انه يعني رغم ما فعله لدينا الكبرياء كذلك رغم ما فعله هو يفكر ان الاشياء بينكما لم تنتهي لماذا؟ لانه يحبك يعني المشاعر ديله ما كتخليش تخونكيل ما كتخليش يعيش يعني بسلام نعم يعني لدينا تأذنيب الضمير هنا في هذه القراءة نعم ويخدع نفسه يكذب نعم يكذب يعني كتمان المشاعر نعم وهناك رغبة شديدة في انقاذ هذه العلاقة هذا ما تقوله هذا القرد هناك رغبة شديدة في انقاذ هذه العلاقة وهذا الحب لكن من جهة اخرى هو لا يريد الاعتراف لا يريد الاعتراف بانه يعني يحتاج اليك هذا الانساء يعني في واحده كبريه لكني فانه عمر نعم هو يحبك يحتاج اليك نعم وهو الان في وضعي في حالة تأمل وتفكير لان هذا الخالط من المشاعر يعني مرداته نعم مرداته هو مريض لان لديه خليط من المشاعر وبالتالي لديه صراع عنيف وبالتالي حرب داخلية حرب داخلية مع رسول مع نفسه نعم اذا ماذا سيفعل هذا الحبيب يريد التواصل يريده هذا الكارت تقول انه يريد التواصل انك انت حياته يعني هذا حب صافي حب توأم الروح حب صافي حب حقيقي حب توأم الروح نعم هذا الانسان يريد التواصل معك نعم وهذا الكارت تقول ان هذا الانسان يفكر هذا كذلك كارت المعاناة وكذلك كارت التفكير العميق بزاف ليس التفكير العميق هو هذا يعني التأمل والعزلة لكن هذا هو التفكير يعني كيف يفكر فيك بزاف 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 ليه لونهار وهذا التفكير ما كيخليه شي يعني تخونكيل نعم وهو الان يفكر بطريقة ايجابية يفكر في بناء حياة جميلة معك يعني هذا الانسان يطبق قانون الجذب هذا الانسان يقوم ببناء الواقع الذي يريده معك انت حبيبه نعم وما دمت هذه الافكار في عقله فهذا ما سيحدث يعني لدينا قانون الجذب من جديد يعني ستتجسد يعني هو افكاره الان يعني لنترك المشاعر السلبية ويعني الخالط الذي تكلمنا عنه يعني هذه المعاناة التي يعني يحس بها ويشعر بها الان هذا الانسان بعد التأمل العميق الان يريد التواصل ويخطط في عقله نعم الدفاع التأمل العزلة يعني فكر والندم والشعور بتأنيب الضمير وهذه هي يعني كرد انه يعني يفكر ان الحب كرد الانتصار نعم كرد الانتصار الحب سينتصر في الاخر لماذا لانه سينهر ولماذا سينهر لانه يحبك لانك انت حياته يعني بدونك الحياة ظلام بدونك نعم هذا الانسان يحبك نعم واذا كلنا هذا الانسان يريد التواصل وهو يرسم ما يريده حقا خلوني نشوف الله يخليكم الكاميرا لان احيانا كالطفالية وهو ما يريد هو بناء واقع جميل معك نعم وبالتالي هذا سيحدث لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك هذا انت يعني لا تفقد الامل هذا لا تفقد الامل ابدا لا تفقد الامل ولا تغرق في احزانك نعم لابد ان تكون لديك ثقة قوية ولا تفقد الامل الله يخليك لانها مسألة نمو شخصي مسألة نمو رحاني هذا الانسان يعني هو دين سماوي نعم ولدي عليه ان يتعلم من اخطائه نعم وهذه التجربة سيجعله ينمو ينضج رحانيا يعني انسان عندما سيعود هذا الانسان وهو يفكر بالعودة لانه يخطط ذلك في عقله سيعود انسان افضل انسان جديد لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك انت يعني ابقى في سلامك يعني انت كذلك يعني خرج من تلك السلبيات يعني من طاقتك السلبية من ذلك الغضب ومن ذلك الحزن والشعور بالوحدة والكآبة خرج انت يعني خرج من ذلك دائرة السوداء وانت كذلك يجب ان تكون ذبذباتك هي الصفاء السلام الويام لماذا ليعود الحبيب يعني هو عمل من طرفك مبجوج هو يعني يعمل من جهة هو اندمان ويفكر فيك ويحبك رغم ما ارتكبه يعني رغم الخطأ الذي ارتكبه يعني نحن لا نتكلم عن الماضي فقط عن طاقتكما طاقة الحبيب وطاقتك انت نعم وهذا الانسان يشفى هذا الانسان يتعلم من اخطائه نعم هو يسد دا ينسى ما هو الان نعم يتعلم لكن عزيزي يعني الاحداث الاشياء لا تحدث عندما تريد انت نعم لتحدث الان الاشياء اوصى انهار لا الاشياء تحدث كما خططها الكون دائما اقول نفس الشيء الاشياء مكتوبة عند الخالق لذلك ارجوكم الحياة مكتوبة ومرسومة كل ما علينا هو ان نكون ايجابيين وان نسلم امرنا للخالق لا يمكن تغيير الماضي نعم لكن يمكنكم التعلم من هذا الدرس يعني من درس الماضي هذا الانسان يحتاج لوضوح نعم يحتاج لوضوح هذا الانسان يحتاج لرؤية النور يحتاج لوضوح يحتاج لوضوح عقلي وشفاء روحي لكن انت كذلك يجب ان تعمل يعني من جهة ديارك احتانا لانك لانها تقطع من روح هناك تواصل عميق كبير بينك ومشدي تواصل نعم كبير تواصل روحاني هناك ما زال هناك حب وشغف كبير من طرف هذا الانسان ويفكر فيك ويريد الحق يعني هذا ما في عقلي يعني انا كنزد الكارت كنشوف هل سيعود لكن فقط ارى انه يخطط ويفكر ويحبك يعني ارى ان هناك يعني حب والتفكير في الاستقرار ويعني حب دوء من روح ومعاند انتم يعني عشتم شي تجربة يعني قبيحة بزاف لذلك لنترك الوقت يعني يشفي هذه المرحلة انت تحتاج للشفاء وهو يحتاج للشفاء اكثر لان الخطأ هو من بع الخطأ هو الذي ارتكب الخطأ لذلك هو يعاني اكثر منك انت تعاني لانك تشتاق اليه لانك تحبه لكن انت روحك روح ديالك مرتاحة لانك انت يعني ليس لديك ندم انت لم تفعل اي شيء سلبي لهذا الانسان لكن العكس هو الصحيح لذلك هو يعني هو معاناته اكبر من معاناتك لان ضميره يؤنبه لذلك ارجوك عزيزي برج الميزان كن متفائل الله يخليكم فهذه قصة حب جميلة ونهايتها جميلة يعني العودة ستكون قريبة لكنه يخطط يعني كل الكرد تتكلم عن ان هناك سيكافح سيدافع يحبك يريد بناء لكنه يفكر ذلك وبما انه يفكر ذلك هذا لان هناك مشاعر قوية وعندما يكون هناك حب يعني الحب هو الذي ينتصر دائما هو في عقله هو يعني ان يكون معك نعم كانت كلها كرد جميلة كرد حب وقلنا ان طقت هذا الحبيب نارية وكذلك هوائية يعني قلت لكم هوائية ونارية المهم انا نسيت هي طقت نارية وهوائية اقول ذلك من جديد نعم اذا هذا الانسان سيدافع نعم ما في عقله هو شيء جميل هو الحب يعني الخالط من المشاعر الذي تكلمنا عليه قبيلة لكنه يحبك ومدام هناك حب فهناك انتصار هذا الانسان سينهار في الاخير والنهاية ستكون انتصار الحب وبالتالي هذه هي نهايتكم يعني انت هو الاعتذار يعني نعم يطلب منك السماء والعودة ان شاء الله لكن لا ارى العودة ده يعني انا عيت من دركت لكن يكفي لكن مادم هناك حب كبير حب توأم الروح فتوأم الروح لم فرع منه فسيعود اكيد سيعود ان شاء الله يا ربي لنرى يعني لنقوة لنقوة القراءة بنصيحة الملائكة والنصيحة السحرية تقول الحب الحقيقي ها هو حب حياته هذا هو حب حياته تقول هذا القرد وهذه تقول خدعة تقول في هذه العلاقة واحد منكم يحمل قناع قناع يعني لكن هذا لا تعني انه يخدأك او يخونك هذا القرد يعني لها الرسال لديها معاني مختلفة وهذه تعني يعني الكاذب يحمل قناع انه يكذب وماذا يعني ذا لن يعني ما قلناه في البداية انه يكبت المشاعر يخفي مشاعره الحقيقية لماذا لانه يحبك لانه يحبك يحبك ما زال يحبك اذا لم تكن هناك مشاعر يعني ماذا سيخفي لا شيء كم يعني كم سيعيش يعني يتخون كده ومع يعني يتخون كده يعني يتخون كده مع راسه ما عنده اذا لم تكن هناك مشاعر فليس هناك ما نخفي ومدام هناك مشاعر فهو يخفيها وهو لدي اسبابه نعم اما الكارت الاخيرة تقول اطلب ما تتمنى اجعل الكون يستمع لما تحتاجه اليه يعني من جديد الدعاء والايمان اللي يخليكم الدعاء والايمان وعدم فقدان الثقة ولا الامن الله يخليكم اليوم ما غديش ندعي معاكم الله يحفظكم الله يخليكم لا اليوم كل ما اطلبه منكم ارجوكم سيفوا بلاي سيفوا بلاي الله يخليكم ارجوكم تكونوا ايجابيين الله يخليكم كونوا ايجابيين هذا هو الحل الوحيد يعني ليس هناك حلول اخرى اما تغرق في الحزن للابد وتجد المزيد من الحزن او تنفتح مثل وردة فصل الربيع نعم وتشكر يعني وتنظر للشمس لما تنظر الورود للشمس وتفرح وتنفتح هذه هي التي اريدها في احبابي واخواني في هذه القناة لماذا لماذا اقول هذا لان البارح توصل واحد التعليق يعني يعني تصدمت واحد التعليق يعني خلته لوحد البنت لا اتذكر الاسم مهامها او شيء من هذا القبيل انا لا اجب عن التعليقات لانها الاف تعليقات لكن البارح يعني انهارت نعم وكنت عيت ومع ذلك يعني اجبت على التعليق لن اقول لكم ماذا كتبت يعني في اخي يعني الفيديو الذي قمت بيتحميله البارح اخر برج ماذا كان البرج دياله اخر برج البارح العقرب يعني العقرب نعم في برج العقرب تركت لي يا وحد يعني وانا انسانة حساسة الله يخليكم يعني لا تتفوهوا بهذا النوع من الكلمات بهذه السهولة الله يخليكم انتم ابنيتات زوينات ولديكم حياة جميلة يعني حياة طويلة لماذا تتفوهون بهذه الاشياء السلبية لا افهم يعني لا احد لا احد يعني يستحق يعني ان انهارا من اجله بهذه الطريقة وان تفوهوا بهذه الكلمات واحد لن اقول ما ما قالته لا احب يعني هذه السلبية في قناتي لاني انهاروا معكم الله يخليكم اذا كنتم تريدون ان ان اكون متفائلة وارسلكم هذا التفاؤل وهذه الايجابية الله يخليكم ما تصدمونيش يعني لا تجعلون انهار انا انسان سلبي حساسة بزاف حساسة بزاف لا يمكنكم ان تتصوروا يعني وعندما اقرأ التعليق انا احس بك يا اختي كيفش يعني تتلقي لهذا التعليق يعني بهذا السهولة لا يخليك لا يخليكم كنوا ايجابيين لا يخليكم مهم كنوا ايجابيين سيضبلي اذا كنتم تحبون ايمان وتحبون قناتي وتريدون ان نواصل في هذه القناة قناة الحب يعني انا الاسم دي لها هي كوس مكلوم ان نحب بعضنا لذلك لا تجرحونني انا اعرف انك تتكلمين عن نفسك تتكلمين عن كآبتك لكن انا انسان ما حسس هو احس بما تحسين به ربما بطريقة يعني بشكل مضاعف يعني ضربه في مية او في الف او في ما لا نهاية انا انسان ما حسس بسر لذلك حذاري من الكنم الذي تكتبونه لا يخليكم انا اعرف انك يعني تتكلمين عن نفسك لكن لا يخليكم كنوا ايجابيين سيضبلي اذا كنتم تحبونني كنوا ايجابيين ارجوكم مهما كانت القراءة مهما كان واقعكم كنوا ايجابيين ويعني انتم الان تستمعون لكلام كلام ايمان نعم لكن عوض ان تستمعوا فقط يعني جربوا كنوا ايجابيين يعني لمدة يعني كتبوها في ورقة كتبوا يعني اسمكم وكتبوا يعني انكم ستكونون ايجابيين وستبتسمون اكثر وستضحكون اكثر ولا تفكرون في هذا الحبيب بطريقة سلبية ولا ولد الحرم ولا الزفت ولا هذي الاشياء السلبية احيانا قد تضحكوني لكنها في الحقيقة يعني سلبية ما تفكروش هكدا لا هذ الزفت لا ولد الحرم لا هذا الله يعني ظلمني الله وهذا الدعاء السلبي لا كتبوا في الورقة ما تريدونه كتبوا نعم اكتبوا احلامكم وامنيتكم اكتبوها لكن يجب ان تطبقوا ما اقولوا ان تكونوا ايجابيين بعقلكم بروحكم وبقلبكم وباجزادكم يعني ارتاحوا ضحكوا شطحوا ارقصوا غنوا كل هذه اشياء ايجابية تساعدنا وترفع من تبداداتنا اشتركوا في القناة